أحمد أزمك الإسماعيلي مش أهل الإسماعيلات بلوقتي يبقى معانين بيها على فترة كل المتابعة الكرة المصرية كل يعني مفتقدين الكرة البرازيلية اللي كنت تتأدن في نادي الإسماعيل على أجيائي على مر الأجيائي يعني إذا أقول مش بس جيل معين زماعنا بيقول في جيل زهب في كل نادي وفي مرحلة معينة كان صاحب بطولات لا ممكن ما يكونش الإسماعيل محقق البطولات أو هو أخذ لقب دوري مثلا أو كاس لكن الناس مستمتعة بكرة الإسماعيل الناس عارف مباراة حيروح فيها الأهل أو الزمالك الإسماعيلي حيبقى مستمتع باللقاء ده انت عايز تقول ايه في موقف الراهن ده في وضعية الإسماعيلي ده اللي احنا كنا إيه ده يا رب ما ينزلش وضعية غريبة بشكل كبير جدا بسم الله الرحمة الرحيم طبعا اللي النادي الإسماعيلي فيه الواحد بيكسف وبيتكلم على حاجة زي كده على النادي الإسماعيلي النادي الإسماعيلي اسم كبير جدا كبير جدا كبير جدا وكبير جدا في مصر وفي افريقيا وفي الدول العربية احنا حصلنا الكلام ده وشوفناه بعنينا لما كنا بنلعب ازاي ازاي ناس بيستقبلنا ازاي ناس بتحبنا انا عايز قولك احنا دينينا محبين في مصر مش قولك بقى في الدول او في البلاد المسلا المجورة في القاهرة بشكل غير طبيعي مش انا بقولك اوه احنا فيه فرق من انت تبقى مثلا انت بتشجع نادي معين وبتحب النادري اسماعيل your book and you Gold soon وهو في فرق ان انت بتشجع نادري قولك انا هم ناسمعيلي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق نحن لدنا بقى مشاجعين جوة كاهرة كترة جداni مشاجعين مشاجعين عمروه همم ماشافهوا اسماعيلية ولا ليهم اهلي في اسماعيلية وكل اهليهم مرتوطين بقى اند ENTANYA تاني وهم اتولدوا وقالك انا بقى ثلاث algunas بصتتي على كرة نادر إسماعيلي حبيت نادر إسماعيلي فأنت متخيل نادر إسماعيلي يعني وصل الناس اللي هم بيشجعوه واللي ما بيشجعوش لإيه إن هم عايزين يتفرجوا مستنين من ماتش بتاعنا إسماعيلي يش يتفرجوا عليه دلوقتي نادر إسماعيلي وأنا بتكلم وحزين طبعا لأن النار إسماعيلي دوت أنا لحم اكتفي من خير وأعتقد أن أنا يعني ممكن لعبت ست شهور في سموحة عارة ولعبت ست شهور تاني في الشرطة وبقيت بيئة حياتي كلها قدرت على نادر إسماعيلي من أنا عندي سبع سنين فأنت متخيل يا يا أحمد آه لأ أنا عايشت في نادر إسماعيلي أكتر ما عايشت مع أهلي آه يعني أنت أكل النادي أكتر من أكل البيت بالضبط دي حقيقة دي حقيقة فأنت متخيل لنا إسماعيلي بالنسبة لي بالنسبة لي وبالأفعال مش بالكلام يعني موقف كتير جدا بس أنا ما بحبش أتكلم فيها خلينا نكون عملي طبع